أحداث الفيلم بتدور في أسبانيا وبنعرف إن في عجز في الموارد وما بقتش تكفي عدد السكان والحكومة طبقت نظام إبادة جماعية وبقت تقتل العواجيز وأي حد مش قادل إنه يشتغل والناس ساعات خطرت إنها تهرب من البلد وبنشوف مجموعة من الناس بتحاول تسافر بطريقة غير شرعية وبتكون معاهم مايا هي وجوزها نيكولاس وبنشوف هم هما نزلين من العربية وبتكون الشرطة بتطريدهم بالكلاب والطيرات لكنهم بيدخلوا في مستودعات وبيتقبد على تلاتة من المجموعة اللي معاهم لكن نيكولاس بينجح إنه يقابل الشخص اللي هيهربه عن طريق البحر لكنه بيطلب منه فلوس زيادة فبيضطر نيكولاس يديله خاتم الجواز بتاعه وبتكون مايا رفضة لكن جوزها بيجبرها وبيقول لها إن ده أمالهم الوحيد في الهروب من البلد بعدها بيدخلهم جوى حاوية وبيقفل عليهم وبنكتشف إن مايا حامل وبنشوف معاهم في الحاوية عائلات وأطفال وبيكونوا عايزين يسافروا إيرلندا علشان هي الدولة الوحيدة القريبة اللي ما اتطبقش فيها نظام الإبادة وبتكون مايا قلقانة وبتعيط لإن الجنين بقالوا فترة مش بيتحرك في بطنها لكن جوزها بيطمنها إنهم أول ما يوصلوا هيكشفوا عليها بس فجأة بتتفتح الحاوية وبيظهر ناس ومعاهم أسلحة وبيجبروا نص المسافرين إنهم ينزلوا منها وبيكون معاهم نيكلس وبتحاول مايا تروح تتكلم معايا لكنهم بيمنعوها وبيقفلوا عليها الحاوية من بره وبتتصدم وما بتكونش مستوعبة اللي حصل وبتبص على جوزها من فتحة في الحاوية وبتشوفه هو بيركب حاوية تانية صغيرة وبتحفظ رقامها علشان تقدر تقابله مرة تانية وبتتصل بيه وبتكون منهارة ومتوترة فبيحاول جوزها يطمنها وبيقول لها إنهم هيتقابلوا لما يوصلوا وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها وما تصيخش في حد وبيضطر يقفل المكالمة علشان يوفر شحن الموبايل لكن فجأة بيحصل ضرب نار وبتترعب ميا وبتنام على الأرض علشان تستخبى من الرصاص ولما بترجع تبص من الفتحة بتلاقي الشرطة بتعامل الناس بعنف حتى مع الأطفال بعدها بتكمل الحاوية طريقها لكن في الطريق بيوقفها كمين وبيطلب الشرط من السواء إنه يفتح الحاوية وبيتوتر السواء وبيطر ينفذ الأوامر ولما بيدخل الشرطة ما بيلاقيش حد وبتكون ميا واللي معاها استخبوا وراء في الحاوية وعلشان يضمن الشرطة إن الحاوية ما فيهاش حد بيخلي عسكري يضرب عليها نار عشوائي وبيسمع صوت صراخ وبيعرف إن في حد مستخبي وبيديهم فرصة أخيرة وبيقول لهم يخرجوا وإلا هيقتلهم وبيطمنهم إنه مش هيئذيهم فبيصدقوا مجموعة منهم وبيخرجوا لكن الشرطة بيخضر بيهم وبيؤمر رجالته يعدموهم وبيفضلوا يضربوا نار عليهم بشكل عشوائي لحد ما بيخلصوا عليهم وبتكون ميا الوحيدة اللي نجت واستخبت فوق صندوق لإن جزها طلب منها ما تسيقش بحد وبتشوف الناس وهي بتموت قدام عينيها وبتحط إيديها على بقها علشان محدش يسمعها بعدها بيخرجوا وبيقفلوا الحاوية وبتنهار ميا من العياط وبتتصل بجزها لكنه ما بيردش فبتبعت له رسالة وهي بتعيط وبتقوله يهرب فيها بعدها الحاوية بتوصل للمينة وبرضو بتحاول ميا تتصل بجزها لإنها قلقان عليه لكن موبايله بيكون مغلق فبتخرج لمبة من شنطتها وبتشغلها وبتنام على نفسها من التعب وبالليل بتكون الحاوية بتتهز جامد فبتصح ميا وبتقع على الأرض ولما بتبص من الفتحة بتلاقي نفسها على سفينة وفي وسط البحر وبيكون الموج عالي وبتفضل ميا تصرخ وتنادي على حد علشان يخرجها لكن محدش بيساعدها وبتقع على دماغها وبيغم عليها وتاني يوم بتصحى وبتكون المية تصربت للحاوية ولما بتبص من الفتحة بتعرف إنها مش على السفينة والحاوية وقعت في البحر فبتتوتر وما بتكونش عارفة تعمل إيه وبتجري على موبايلها علشان تكلم جزها لكن الشاشة بتكون تكسرت وما بتعرفش تفتحه وبتفضل تفتح في سندق الناس اللي كانوا معاها في الحاوية على أمل إنها تلاقي حاجة تساعدها وبتلاقي بكر تلزق وبتفضل تلزق الفتحات علشان المية ما تدخلش للحاوية وفجأة بتسمع صوت صراخ ولما بتبص من الفتحة بتلاقي الحاوية اللي جزها فيها تصرب لعه مية وبتغرق وبتفضل تخبط ويتنادي عليه لكن الحاوية بتغوص في البحر وأصوات الصراخ بتسكت فبتنهار مية وبتفضل تعيط وبتفقد الأمل وبتكون عايزة تموت نفسها لكنها فجأة بتحس بالجنين بيتحرك في بطنها وبتحس إن دي إشارة وبتعيط وبتقرر تعيش عشانه وبتحاول تنام لكن بعدها المية بتزيد في الحاوية والخشب اللي نايم عليها بتتحرك بيها وبتلاقي نفسها تحت صندوق وبتهرب قبل ما يقع عليها وبتحاول مية تنام وفجأة بتصحى من النوم مفزوعة على كابوس وبتفضل تفتح في باقي السناديق وبتلاقي خراثيم وبتخرجها من الفتحة وبتحاول تخرج المية منها بعدها بتجمع باقي الأدوات اللي ممكن تحتاجها وفجأة بيرن موبايلها الصغير وبتتفاجئ إنه جزها وبتفرح لما بتسمع صوته وبتعرف إنه لسه عايش وبيقول لها إنه قدر يخرج من الحاوية قبل ما توصل للمينة وبيسألها عن مكانها فبتقولوا إنها محبوسة فبيقول لها جزها تطمن وإنه هيخرجها لكنها بتفهمه إنها مش على السفينة وإن الحاوية وقعت في البحر فبيتصدم من كلامها وبيحاول يعرف منها أي حاجة تساعده إنه يوصل لمكانها لكنها بتعيط وبتقولوا إنه كل اللي حواليها عبارة عن مية وبيطمنها جزها وبيوعدها إنه هيلاقيها وينقذها قبل ما تغرق وبيطلم منها ما تيقسش وتستجمع قوتها علشان الجنين اللي في بطناها وبيقفل معاها علشان يحاول يتصرف لكن بعدها بتحس مية بواجع في بطناها وبتعرف إن معاد ولادتها قرب وبتفضل تاكل وتشرب علشان تحافظ على صحتها لكن بعدها الواجع اللي في بطناها بيزيد وبيكون الموج عالي وفيه مطرة ورعد وبرق والحاوية بتفضل تتهزي بيها ووقتها بيجي لها علامات الولادة وبتفضل تصرخ من الواجع وبتحاول إنها تولد نفسها لحد ما بتنجح وبينزل الجنين وما بيكونش ليه صوت وقاطع نفسه فبتفضل تضرب على ظهره لحد ما بيصرخ وبتفرح إنه عايش وبتاخده في حضنها وبتقطع الحبل السري وبتحتفظ بيه في علبة بلاستيك وبتكتشف إنها ولدت بنت وبتحاول تردعها لكنها بتفضل تعيط وما بتبقاش مية عارفة تتصرف معيها لكنها بتشوف شينيور وبيخطر على بالها فكرة وبتاخده وبتحاول تفتح بيه سقف الحاوية لكن بنتها بتفضل تعيط بهستيريا فبتروح تشيلها وبتحاول تردعها لكنها برضو ما بترداش فبتفقد مية أعصابها وبتفضل تزعق لها لكن بعدها بتتأسف لها وبتحضنها لحد ما بتنام وبيكونوا الأكل والمية اللي معاها قربوا يخلصوا فبتجرم مرة تانية بالشينيور وبتقدر تعمل فتحات كتير في السقف لكن شحنه بيخلص وبعدها بتحاول تفتح موبايلها لكن التوتش بيكون بايز فبتتعصب وبتفضل ترمي في كل حاجة حواليها وبتلاقي قدامها سكينة فبتاخدها وبتحاول تكمل حفر في السقف لكن بنتها بتفضل تعيط ولما بتروح لها بتلاقي درجة حرارتها عالية وبتفضل تعمل لها كمادات وبتنام جنبها وبالليل بتصحى وهي جعانة وبتفضل تدور على أكل علشان تقدر تردع بنتها لكنها ما بتلاقيش فبتضر تفتح العلبة اللي محتفظة بيها بالحبل السري وبتبدأ تاكله وبتسمع صوت برا الحوية ولما بتبص من الفتحة بتتفاجئ بحوت بيخبط في الحوية وبتخاف وبتقع على الأرض وبتصحى بنتها وبتفضل تعيط فبترح لها مياه وبتحضنها علشان تطمنها وبيحاول الحوت يدخل الحوية وبيفضل يخبط فيها فبتخبط مياه بالخشب علشان تخوفه ويمشي لأنه كان هيقلب الحوية وفعلاً بيخافه وبيمشي وفي اليوم الخامس بتكمل حفر بالسكينة في السقف لكن السكينة بتتكسر منها وبتدور على مياه وبتشرب آخر نقطة في الإزازة وبتكون لسا عطشانة فبتضطر تشرب نقطة المياه اللي بتنزل عليها من السقف وبيغم عليها وبتبدأ تهلوس وبتشوف طفلة صغيرة قدامها وبتقول لها ليه تخليتي عني وبنعرف إن كان عندها بنت وماتت وبتفضل مياه تعايت علشان افتكرتها وبتتخيل جزها جنبها وبيقول لها إنها ملهاش زنب في موت بنتهم وبيغطيها وبيقول لها تستحمل علشان بنتها وقتاني يوم بتفوق مياه وبتلاقي الجو بيمطر والمياه بتنزل عليها من السقف فبتفضل تشرب وتملأ العلب علشان تحتفظ بالمياه وبتحاول مرة تانية أنها تخرج من السقف وبتجيب حزام وبتربط به الفتحات بتشد بكل قوتها لحد ما بتنجح إنها تصنع فتحة كبيرة بتقدر تخرج منها وبتفضل تعايت من الفرحة وبتاخد بنتها وبتطلع على سطح الحاوية وبتكون في نص البحر ومفيش أي جزيرة ولا شاطئ قريب منها لكنها بتفرح علشان أخيرا شافت أشعة الشمس وبتحاول تصطاد سمك لكنها بتفشل وفجأة بتشوف طيارة معدية من فوقها فبتنزل للحاوية تجيب مراية علشان تعكس بيها أشعة الشمس عليهم ويقدروا يشوفوها لكن وهي طلع على السطح بتتعور في رجلها وبتنزف دم كتير فبتضطر تستحمل الوجع وبتفضل تشاور للطيارة وتنادي عليهم لكن من غير أي فايدة وبترجع تخيط الجرح اللي في رجلها علشان توقف نزيف وبتحط عليه كحول علشان تطهاره وبتفضل تتقلم لكنها بتكتم صوتها علشان بنتها ما تخافش وبالليل بتنزل الحاوية علشان تنام هي وبنتها وتتدفى وبتلاقي سماعات وبتربطهم في بعض وبتعمل منهم شبكة وتاني يوم لما النهار بيطلع بتربط الشبكة في خشبة وبتحاول تصطط بيهم وفعلا بتنجح إنها تصطط سمكة وبتضطر تكلها نية لإنها جعانة وفي اليوم التاسع بتفضل تخرج المية من الحاوية علشان ما تغرقش بيها وبتقدر تصطط سمك كتير وبتخزنه في علب وبتكتب على ورق إنها في البحر ومحتاجة مساعدة وبتحط الورق في علب وبترميه في المية على أمل إن حد يلاقيه وبتفضل مسكة موبايلها ومستنية جزها يتصل لكن ما بتكونش فيه شبكة وبالليل بتحضن بنتها وبتفضل تتفرج معيها على صورها هي وجزها وبتتكلم معيها وبتعرفها على باباها وبتقول لها إنه بيحبها وكان مستني اليوم اللي تتولد فيه علشان يتجمعوا كلهم ويبقوا عيلة وبتقرر تسمي بنتها نورة وبتقول إن ده الإسم المؤنس من إسم سيدنا نوح علشان عندها أمل أن ربنا ينجيهم ويخرجهم من البحر زي ما نجى سيدنا نوح من الطفان وبتوريها صورة بنتها اللي ماتت وبتقول لها إنها كانت شبهها وهي صغيرة وبتحكي لها إنهم كانوا قاعدين في البيت وبنتها زهقت وطلبت إنها تخرج فاضطرت ما يتوافق لكن الحكومة شافتها وخدوها وهي هربت وثبتها وعرفت بعد كده إنها ماتت وبتفضل ما يتعيط لأنها لسه حاسة بالزنب بعدها بنتها بتتعب وهي كمان بتفضل تعيط وبيكون الجو برد فبتضطر إنها تولع فوق ماشا علشان يتدفوا وبتنام جنبها لكن الميا في الحاوية كانت بتزيد يوم عن يوم وكده تأكدت مايا إن نهايتهم قربت وهيغرقوا بس فجأة بيرن موبايلها وبتتفاجئ إنه جزها وبتفضل تحاول مع التطش لحد ما بتنجح إنها ترد لكن جزها بيكون بيعيط وبيقولها إنه مش هيقدر ينقذها ولازم تعتمد على نفسها وبيعرفها إنه أخد طلق وهو بيهرب ودلوقتي بينزف دم كتير ومش عارف إذا كان هيعيش ولا لأ وبيعتذر لها علشان مقدرش يجيبها لكنه عمل اللي عليه وبيطلب منها تفضل قوية وبتعيط مايا وبتعرفه إنها ولدت وجابت بنت جميلة وبتقرب الموبايل من بنتها علشان يكلمها وبيفضل جزها يتكلم معاها وبيقولها إنه بيحبها لكن الموبايل بيفصل شح وبتفضل مايا نايمة على سطح الحاوية وهي بصة في السماء وبتعيط وبتمر الأيام لحد ما بتوصل لليوم الستة وعشرين وبيكون ده الحد الأقصى وبعدها الحاوية هتغرق بسبب الميا فبتضطر مايا تصنع صندوق اللي بنتها وبتعمل لوح خشب وبتربطه في علب البلاستيك وبتشوف طائر نورس وبتعرف إنها قربت من جزيرة وقررت إنها تعوم في البحر على أمل إنها توصل لها لكن صورة بنتها بتقع في الميا اللي في الحاوية فبتضطر تسيب بنتها على السطح وبتنزل تجيب الصورة بس رجلها بتتعلق في الحبال وبتبدأ الحاوية تغرق وبنتها بتنزل الميا فبتحاول الميا إنها تفك نفسها وكانت بتطلع تاخد نفس وتنزل لحد ما نجحت إنها تقطع الحبل ولما بتخرج بتفضل تدور على بنتها لحد ما بتلاقيها عيمة على وش الميا وبتعوم ناحيتها لكن بيظهر الحوت مرة تانية وبيقرب لبنتها وبتفضل تعيط وبتصرخ ميا والحسن الحظ الحوت بيبعد عن بنتها فبتروح لها وبتفضل حضناها في الميا لحد النهار ما بيطلع وبترمي بواء السمك اللي كانت محتفظة بيه في العلب علشان الطيور تتلم عليها وحد يشوفها لكنها بتبدأ تهلوس بسبب قلة الأكل والميا وبتفضل تتكلم مع بنتها وبتقول لها إنها عملت اللي عليها وبتطلم منها تسمحها وبيغم عليها لكن بعدها الطيور بتتلم على السمك وبيكون فيه مركب صيد معدي وبيشوفوا الطيور وبيروحوا ناحيتهم وبيتفاجئوا لما بيلاقوا البنت في الميا لوحدها فبيخرجوها وبتكون لست عيشة لكنها نيمة وبيكون فيه حبل مربوط في الصندوق بتاعها فبيفضل يشدوه وبتكون ميا مسكة فيه وبيخرجوها هي كمان من الميا لكنها بتكون فقد الوعي وبيفتكروها ماتت وبتفضل مرات الصياد تعمل لها تنفس صناعي لكن من غير فايدة وبيقول لها جزها إنها خلاص ماتت لكن مراته بتسمع صوت البنت بتعيط وبترفض إنها تستسلم وبتفضل تعمل لمايا تنفس صناعي وانعاش للقلب لحد ما بتفوق وأول حاجة بتسأل عنها هي بنتها وبتاخدها في حضنها وبتفضل مايا تعيط لإنها مش ميصدقة إن تم إنقاذها هي وبنتها بعد أكتر من شهر في الميا وبتتكلم معاها الست لكنها ما بتفهمش لغتها فبتعرف مايا إنها كده وصلت أيرلندا وباقت في أمان وبكده بيكون خلاص فيلم النهاردة